نمر الآن إلى تمرين ثاني لمزيد الفهم بالنسبة لمكونات الفكتور A man pulse with a force of 3 newton and a rope attached to a building يعني فيه هنا رجل بيجذب الحبل بقيمة 300 newton هذا الشد في الحبل والحبل attached للبناية هذه What are the horizontal and vertical components of the force exerted by the rope at point A يعني هنا عايزين يعرفوا المكونات الأفقية والعمودية f x and f y applied at the point A طبعا هنا نحن نعمل إسقاطاتنا على هذا محور ال-x وهذا هو محور ال-y عندي إسقاط هنا بالنسبة لي اسمه f x وهنا إسقاط f أسميه f y بالنسبة لل-f x هنا الإسقاط رح يكون مجاور للزاوية ألفا فستعمل فيه الكوسين وبالنسبة لل-f y الإسقاط هو مقابل بالنسبة للزاوية ألفا فيكون بال-sign هنا رح نضع إشارة سالبة لأنه f y نازل تحت مقارنة ب-y ولا نضعها هنا يعني هنا رح نضع إشارة موجبة ليش لأنه بالنسبة لي f x في نفس اتجاه المحور x لكن الفرق بين هذا التمرين والتمرين لقبله أنه في التمرين لقبله كانت الألفا معلومة لكن هنا الألفا ليست معروفة فبالتالي رح أجد طريقة ثانية عجان أحل المسألة هذه عموما تعريف الكوسين هو المجاور على الوتر وتعريف الصين ألفا هو المقابل على الوتر فهنا لو أخذت هذا المثلث ما نعلم أنه الدستنس هنا بتساوي ثمانية متر ومن هنا بتساوي ستة متر فالمجاور على الوتر رح يعطيني ثمانية متر على الدستنس بين a و b a b بتساوي root square of 8 square plus 6 square رح تعطيني هنا عشرة متر تصبح عندي المقابل المجاور على الوتر يساوي ثمانية على عشرة ويساوي أربعة على خمسة الصين الحين يساوي المقابل على الوتر 6 على a b بتساوي 6 على عشرة وبتعطيني كنتيجة ثلاثة على أربعة رح أرجع الآن وعوض كوسين ألفا أعوضها بأربعة على خمسة كوسين ألفا رح أعوضها بثلاثة على خمسة أتحصل عن النتائج التالية fx بتساوي 240 نيوتن وfy بتساوي سالب 180 وبالتالي الكتابة النهائية تكون الفورس f بتساوي 240i مع 180j وبتكون هنا أجبت على السؤال هذا هو المكون الأفقي وهذا هو المكون العمودي بالنسبة للفورس f شكرا على الانتباه